السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله يا شباب اليوم رح نشرح طريقة تحذف حساب تويتر بشكل نهائي فلا تنسون دعمنا باللايك والاشتراك ويلا نبدأ الشرح الطريقة يا شباب جدا بسيطة كل تحتاجون تسوونا تفتحون حساب تويتر بهذا الشكل وبعد كده تضغطون على إيقونة الحساب الخاص فيكم ومن هنا تروحون على خيار الإعدادات والدعم الخيار الأخير وبعدين تروحون على الإعدادات والخصوصية فرح تظهر معكم هذه الخيارات تضغطون على أول خيار اللي هو حسابك وبعدين آخر خيار اللي هو تعطيل الحساب تضغطون عليه فهنا يا شباب قبل لا تحذفوا الحساب بشكل نهائي فيه تنبيه بسيط التنبيه هذا يا شباب أنه لو عطلت الحساب رح يكون عندك فرصة 30 يوم أنك تستجل الحساب بحيث أنك تسجل دخول نفس الحساب وبعد كده ما رح تم حذف الحساب بشكل نهائي ولكن إذا مرت 30 يوم وما تسجلت دخول على الحساب رح يتم حذف الحساب بشكل نهائي فبعد كده تضغطون على آخر خيار اللي هو تعطيل الحساب فرح يطلوا منكم تسجلون الرمز السري الخاص بحسابكم بعد كده يا شباب بعد ما تسجلون الرمز السري تضغطون على خيار تعطيل وبعدين تضغطون نعم تعطيل فكده الآن يا شباب لو تلاحظون تم تعطيل الحساب فكده الآن يا شباب تم حذف حساب تويتر بشكل نهائي ولكن إذا سجلت دخول مرة ثانية على الحساب قبل 30 يوم رح يتم استرجاع الحساب فهذا كان شرح اليوم لا تنسون دعمنا باللايك والاشتراك نشوفكم على خير مع السلامة